السؤال الثاني بيقول أنا زوجي متوفة من أسبوعين هل زيارة الأب فيها حاجة محرمة؟ أو أني أبات عنده حرام في شهور العدة؟ اللي حاصل أني المتوفة عنها زوجها بتعتد أربعة أشهر وعشر يعني تعتد هذه المدة في بيتها الأصل في المعتدة التي توفى عنها زوجها إظهار حالة من حالات الحزن لهذا الرجل والأصل فيها أنها تبيت في بيت الزوجية اللي توفى عنها زوجها فيه فالأصل كده فيبقى إيه الحكم؟ لو أنها ستخرج لزيارة والدها هي بتسأل سؤالين؟ السؤال بتاع زيارة والدها هل أنا ممنوع من الخروج من البيت مطلقا؟ لا يجوز لك أن أنت تزوري والدك لأن زيارة الوالد ده جزء من بره الوالدين فيجوز أن أنت تذهبي لزيارة والدك ولكن عليك أن تعودي إلى بيتك لكي تبيتي فيه يبقى أول حاجة هل حرام أن أنا أخرج لزيارة والدي؟ لا ليس حراما بل هذا سيكون طاعة طيب ويجوز لك أن تخرجي في حاجتك ولكن عليك أن تعودي مرة ثانية لتبيتي في البيت الأمر الثاني هل ينفع أبات عنه؟ لا ما تباتيش عنده إلا إذا كان البيت غير آمن إلا إذا كان بيت حضرتك غير آمن فتروح الأقرب بيت آمن عندك لكن إذا كان البيت غير آمن خلاص ممكن تروح البيت والدك إذا كان البيت والدك هو الأقرب يبقى عندنا هو يبقى البيت إذا كان آمنا ومفوش أي خطر على حضرتك ومفوش أي سبب من أسباب الخوف عليك لا صحيا ولا جسديا يبقى خلاص يبقى عليك أن أنت تبيتي في هذا البيت لأنه ده مقتضى العدة مقتضى العدة أن أنت تبيتي في هذا البيت وتبقي في هذا البيت أربعة أشهر وعشرة أيام يبقى إلا حاصل يبقى عندنا الحكمين أو الحكم الأولاني هل يجوز أن أنا أخرج لزيارة والدي الجواب نعم يجوز الخروج لزيارة والدك ويبقى ده مش جائز بس لا تسابي عليه لأنه ده جوز من وبالوالدين إحسان يبقى ده جوز من بر الوالدين وتسابي عليه المسألة الثانية هل يجوز أن أنا أبيت بقى عنده لا مو معنى العدة أن أنت تمكسي في بيت الزوجية وتبقي أو تبقي فيها وتبيتي في بيت الزوجية فعشان كده ما ينفعيش أن أنت تخرجي وتبيتي عند والدك لا عليك أن أنت تستمري في هذا يبقى تخرجي وتعود مرة ثانية لتبيتي في بيت الزوجية وليس لك الحق أن أنت تبيتي عندي والدك